راح يكون هناك تحذير ورح يكون هناك مظاهرة واحتجاج أمام الأمم المتحدة لفضح وكشف هذه العصابات اللي راح متواضع معها دول كثيرة جدا خاصة المستعمر القديم اللي هو راح يدعمهم دعم رئيسي ولكن أيضا دول أخرى مثل إيطاليا ومثل إسبانيا بشكل خاص اللي قدموا دعم لهذه العصابة لأنهم مستفيدين من نظام ضعيف من نظام مهترئ من نظام فاشل من نظام رديع فقاعدين يأخذوا مصالحنا ضد شعب المصالح الجزائري ضد مصالح الشعب الجزائري ويستقبلوا اللصوص يعني فيه جنرالات واحد كما بالقصير ما لا يمكن وصفه يعني أقل شيء ملايين دولارات واشياء أخرى كثيرة ومباني وأراضي بالقصير شنتوف عائلة أويحيا عائلة سلال والأغلبية من هؤلاء يقيمون في إسبانيا بدل ما أن إسبانيا التي تقول أنها دولة الحق دولة القانون دولة حق الإنسان دولة ديمقراطية تقوم بتسليم جنرالات مجرمين لا تقوم بذلك ولكن تقوم بتسجيل سيرجون شيف رقيب أول شاب حركته مشاعر الوطنية والإخلاص لهذا الوطن ولهذا الشعب وهو يرى أن بلاده تنهب وأن كبار الناهبين ليسوا إلا كبار جنرالات وكبار مسؤولين مدنيين بما فيهم وزراء فإسبانيا اللي عرفت القمع العسكري مع فرانكو اللي حوالي 40 سنة تقريبا واللي عرفت الحكم العسكري واللي عرفت بدل من أن تقف مع المضطهدين مع اللاجئين محمد عبد الله وزوجته عنده حوالي 3 سنوات من اللي طلبوا اللجوء من نوفمبر 2019 ومع ذلك لم تعطي لهم اللجوء بالرغم من أنهم ينتسبون ويحق لهم اللجوء وكذلك محمد بن حليمة عنده سنتين من يطلب اللجوء لم يتحصل على اللجوء وآخرين من جزائريين وغير جزائريين لجوه هاربين وينطبق عليهم قانون اللجوء العالمي الدولي لكن إسبانيا لم يعطيتهم اللجوء في حين أنها تسمح لجنرالات جايين بشكارة جايين بأموال بيضها هناك بتواطؤات معينة داخل إسبانيا ذاتها وهي تعرف أنهم يمتلكون فيلات ويمتلكون أراضي ويمتلكون سيارات كان سؤال بسيط اللي كان يجب أن تطرح الحكومة الإسبانية على نفسها وعلى هؤلاء من أين لك هذا؟ والقوانين الإسبانية والقوانين الأوروبية والقوانين الدولية تحارب تبيض الأموال وتحارب تهريب أموال الشعوب وتحارب تهريب أموال الأوطان أمن القضية هي قضية حديث عن حق الإنسان حديث عن محاربة تبيض الأموال كانت مرات من المرات اللي أرسلنا فيها المحمد عبد الله 300 أورو 500 أورو أو كانوا مرات يقعدوا أسبوع عشر أيام ويحقوا معاه يعني البنك يقولوا منين جاتك؟ يقولوا جاتني من عند فلان طيب عليها جاتك؟ جاتني لأني أحتاجها وش رايح تدير به؟ 300 أورو 400 أورو ومرات كانت تعود يعود المبلغ بينما اللي يسرقوا 300 ألف أورو اللي يسرقوا 3 مليون أورو وربما 30 مليون أورو مثل نزار مثلا ملايين اليوروات لطفي نزار راه في برسلونا وأجونس انتعقارات في برسلونا كان محمد عبد الله ومحمد بن حليم صوروها لما كانوا هناك في مظاهرات في برسلونا اللي من هنا نحية حرار برسلونا اللي كانوا كثير من المرات يقوموا بمظاهرات هناك أمام قنصلية العصابة إذن نزار وأبنوا واللي نهبين اليوروات والدولارات والأراضي في الداخل وفي الخارج يتمتع ولد نزار بكل الامتيازات ويمتلك ما يشاء حدد بطاية الحال شارعه هناك فندق كان شراب 50 مليون دولار من أموال شعب جزائري ويعني جيب قائمة طويلة من كبار ناهيبي المال العام بل واحد مثل نزار من كبار القتلة يستقبلون نزار ما زعجوش بحرف واحد في إسبانيا وعاد بطائرة رئاسية بليزونير ميليتار بالتشريفات العسكرية وبباسبورت ديبلوماسي وهو اللي كانوا قالونا بلي حكمه لعشرين سنة حكمت عليه المحكمة العسكرية في البوليدة عشرين سنة من الذي كان يجب أن يرحل؟ شنطوف وبن القصير وابناء ويحيا وابناء مزراء هناك ناهيبين وعقداء من دياراس وغير دياراس وقضاء ناهيبي أموال المال العام سواء الله رنف الداخل ولا رنف الخارج هؤلاء اللي كان يجب أن الحكومة الإسبانية باعتبارها حكومة مدنية وحكومة تخضع للقانون أنها تراقب من أين جاءت هذه الأموال اللي شاريين اليوم فيلات في بني دورم أو شاريين شوقق في بني دورم أو في ألي كونت أو في برسلونا أو في فالنسيا أو في مدريد وإسبانيا تعرفهم وتعرف أن هذا مال جزائري هل هم الذي يجب محاسبتهم من أين جاءوا بهذه الأموال؟ أم محمد عبد الله اللي كان أحياناً يبات في السيارة باش يقدر يحارب الفساد يبات في السيارة باش يكون في ألي كونت ويصور أو يأخذ صور أو يأخذ فيديوهات لمفسدين كبار باش يتحدث عليهم ويقول كفى نهب للأموال شعب جزائري طبعاً بالنسبة للعصابة احنا أنا عارفين هذه عصابة وهي هذو عناصرها ولم تطالب بهم ولن تطالب بهم وكل ما تسمعوه على قضية أن هناك موندا انترناسيولا على بلقصير أو على شنتوه كله كذب حتى هذا ولد قدور اللي جابوه من الإمارات لولا أن جناح نتاعه بخسر المعركة تماماً وكانوا شارين هالو بعض الخصول اللي متخصمين معاه لما جابوه وبالفعل في الحقيقة خدموا به سرك باش يجيبوه باش لما يجيبوه حر من الأحرار اه يقول لك لا رامي جيبوه النهاية لا لا مش يجيبوه النهاية مش يجيبوه النهاية مئات العقاداء والوزراء والولاد السابقين رام في فرنصا عشرات العقاداء والوزراء السابقين والولاد وكبار القوضات وكبار نهيب الملعب رام في إسبانيا آخرين في بريطانيا وآخرين في سويسرا وآخرين في إيطاليا وآخرين في كندا وآخرين في دبي بطاقة الحال وإن أموالنا رحلت بلا حدود ما لا يريدون أن يأتون بهم صحابهم هؤلاء ولذلك مرة أخرى من هنا نسائل الحكومة الإسبانية أن تعود إلى البازيك اللي هي دولة القانون وأن لا تطارد الأحرار اللاجئين الهاربين بضمائرهم لأنهم رفضوا الفساد ويريدون أن ينتهي الفساد في الجزائر وأنها في الحقيقة عليها أن توجه عدلتها وشرطتها تطبيقا للقوانين الموجودة في إسبانيا وفي أوروبا ضد ناهي بي المال العام وضد مهر بي المال العام سواء للجزائريين أو لغير الجزائريين هذا أساسي إذا كانت هذه الدول الأوروبية تفعل ما تقول اللهم إلا إذا كان النفاق وكان حديث حق الإنسان والديمقراطية والدولة المدنية والقانون وفي التطبيق يكون شيء آخر مخالف تماما للحقيقة موسيقى